فقراتنا وبعد تحصن الوضعية الوبائية في البلاد تواصل الحكومة اغتمادها على سياسة تدرج في العودة الطبيعية لجميع الأنشطة ومن بينها قطاع والنقل الذي أجل إلى المرحلة الثانية حيث تستأنف سيارة الأجرة الفردية بولاية الجزائر نشاطها يوم غد الاثنين الخامس عشر جوان وتقتصر هذه الخدمة على مستوى المخيطات الحضرية فقط وداخل إقليم ولاية الجزائر دون أن يمتد إلى خارجه وللتعرف أكثر عن البروتوكول المسطر لعودة هذا النشاط نسعد باستضافة سيد حسين أيت براهم ممثل نقابة سائقية الأجرى لولاية الجزائر سباح الخير سيدتي سباح الخير سيدتي مرحبا شكرا لك إذن غدا سيعود سائقوى الأجرى إلى مزاولة نشاطهم من جديد بعد غياب دام قرابة الثلاثة أشهر كيف استقبلتم قرار الحكومة بعودة سائقية الأجرى إلى النشاط؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم تحية مجددة إليكم على هذه الدعوة الكريمة شكرا لك ما يخص سؤالك فقد طال عن الأمد يعني كما قلت فيما ذكرت مدة ثلاث شهور وإحنا متوقفين عن العمل هذا التوقوف لانتج عنه يعني عدة أزمات أزمة اقتصادية خانقة بالنسبة لمجموعة سائقية الأجرى وإحنا كنا ننتظر هذا اليوم يعني بش يتكون الفرج بش نس تولي العامل تاحا وبش نس ياني التمشي في أمان ولكن بالنسبة ما ورد إلينا من أخبار ومن إعلام هذه الشروط بالنسبة للشروط العودة بالنسبة للأخير يعني يقول لك أنك لازم يصاحبوا بروتوكول بروتوكول العمل أنه يبدو لي فيه نوع من تعجيز فيه نوع من تعجيز لأنه ليس بإمكان سائقية الأجرى أن يلبيوا هذه الشروط من بين هذه الشروط لماذا سائقية الأجرى لم يعجبهم هذا القرار وما عندهم مش الإمكانية أنهم يلبوا هذه الشروط أولا من بين الشروط نقول لك أنك ترفض زبون واحد من مكان إلى مكان آخر أولا هذا هذا أولا إنه في حالة حمل زبون واحد أنك لما تغطيش يعني المصاريف أنتعك للأعباء أنتعك ثانيا يقول لك استعمال مثلا كما ما ما فيش مشكلة أو مثلا المحلول أنتعك للأخر سموني التعقيم ما فيش مشكلة ولكن يقول لك كل مرة لازم تعقم السيارة ولازم تغلف سيارة بالبراستيك المكاعد انتعصيها تغلفهم بالبراستيك يعني هذه الأمور اللي هي ربما تصبح يعني يعني تعجزنا تعجزنا عن العمل لكن في هذه الحالة السيد أيت براهم ربما الوقاية خير من العلاج يعني هذه الشروط اتخذتها الحكومة يعني من أجل تفادي انتشار هذا الوباء يعني وخير للسائق السائق الأجر يعني يخل لهم أنهم يكونوا عاطلين عن العمل أنا أقول لك حاجة أنا استقلت البراح برك من البراح اليوم لأغلب سيارة الأجر يعني قال لك ما نقدرش هنا نخدم في هذا الظرف هذا كيف في هذا الشروط هذا ليس رفض مثلا للوقاية ولا لأهو ولكن هذه الشروط إذا كانت وجبة أنا نفضل أن التكسي يبقى بدون عمل أحسن وعلى الدولة أن تعمل من أجل مساعدتها تتجاوز هذه المرحلة وأنتم كنقابة يعني هل لديكم حلول أخرى يعني من أجل مزاوات نشاطكم بسبعة لئة نحن الحل كي يشوف كي يجب يخفوا من هذه الإجراءات يخفوا من هذه الإجراءات وكأنه سائق سيارة الأجر لازم يسمح له أنه يحمل ثلاث زبائن واحد زبون قدامه زوج من الخلف زوج من الخلف بدون استعمال هذا البلاستيك بدون يعني يكون مرة لازم يعقمها والأخر ولكن يفرض على الزبون ولا التاكسي أنه يستعمل للكمامة ولا يستعمل للمحلول هذا كل جان للتعقيم إما أمور أخرى أنا أنا نقولها لك اليوم من المستحيل أنها تكون يعني عملية إنها عملية لكن سيد أيت براهم نحن نشوف أنه هذه شروط التباعد الاجتماعي والتعقيم فرضت على جميع الأنشطة التجارية وليست فقط على سائقية الأجر والله أنا لم أرى هذا لم تهر أنا نشوف الأسواق نشوف مثلا حتى في الحافلات يعني المقاعد كلها المقاعد قدام المقاعد يمشوك أي حافلة الحافلة لن تزاوي نشطها بعد يعني على غرار النقل العمومي لا لا لكن المقاعد كلها يكون فيها الركاب فوق المقاعد فوق المقاعد هذا نعم كل مقاعد وليهذا في السيارة ما يشرح يروحوا وقفين أو لا حاجة المهم إذا كان يرفض ثلاثة من الور يفتزونش يجد يرفض واحد معه القدام على الأقل يغطي يعني لأعباء نتاعه لكن بخصوص نقطة سيد أيت براهم فقط نقطة سيد أيت براهم نحن نشوف أن الحكومة بخصوص قضية التباعد الاجتماعي يعني فرضت متر بين الزبون والآخر يعني على جنيع الأنشطة التجارية يعني هل من المعقول أن يكون يعني شخصين في سيارة الأجر يعني هنا يكون ربما نوع من التقارب وهذا رح يشكل خطر على صحة المواطنين صحيح ما قوله كنت عندما كنت أربعين شخص في على مائدة وحدة ولا قدام الفرماسية ولا قدام البولانجيري ولا قدام في الأسواق وكلام لكن الحكومة فرضت عليهم هذه القرار أنا نشوفه 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 يعني إن لم يتم الأخذ بهذه الشروط بعين الاعتبار سيتم ربما عقوبة صاحب النشاط وحتى التاجر شوفيها سيدا نعم ولا واحد يريد أن يعرض نفسه للخطر ولا واحد يريد أن يحمل مثلا ويصور عشر ألف بشي يدي المرض ولا دولة كذا هذا ما نقبلوش ولكن قلت لك حنا يا كين ظروف اليوم اللي خلتنا ما نقدش نعمل لهذا لأنه كن نعمل بهذا الشروط راح نعمل بالخسارة راح نعمل بالخسارة معناه أتوات شراء للرجال هذا شراء الكمامة يعني الكمامة ربما كل يومين تبدليها عند الآخرين وربما تغليف السيارة فيها كل هذه أعباء زيادة مع العامل بالعداد اللي العداد اليوم ما يغطيش نتكلفها نتعلن نقل تعلن الأخر مع الزيادة في الوقود اللي هما تكل من أشعالها بدون ما تصاحبوها زيادة بالنسبة لسائق سيارة الأجراء هذه كلها إذا إحنا اليوم نركب فوق الموجه هذا نقول ما عليش نخدم أنا نقولك حاجة رانا نكذب عن نفسنا إما وإما إما التخفيض أو ما يسمى التقليل من هذه الإجراءات مع مع أنه كل واحد يتحمل مسؤوليته من أجل الوقاية وإما أن نبقى نتوقف على الدولة أن تحمي هذه الفئة حماية تكون يعني منطقية وتكون يعني تستجب للمتطلبات أن تعلن المعيشة اليومية هذا هو مبقاش يعني يقالك ولهذا لا بد من تضحية من طرف الدولة أن تحمي هذه الفئة لأن هذه الفئة هي صحب الخدمات وهي تقوم بدور فعال وهي تقوم بالنقل المواطنين وهو قطع استراتيجي ولهذا على الدولة أن تحميها نعم لكن الدولة خلال هذه الفترة يعني فترة العطلة عن العمل يعني الفترة الاستثنائية اللي كانت خاصة أن كان في هناك مفيش خدمات خاصة بسائقي الأجران يعني على غرار مختلف القطاعات العاملة هنا في الدزائر يعني الدولة كانت قدمت لهم منحة لعشر آلاف دينار سيئة أكبر أنا ذكري على ذكري العشر آلاف دينار الحت لغاية اللي وما نتكلم مثلا قلت على وليات الجزائر نعم أغلب الطاكسيات لمنا له هذه الإعانة لماذا؟ لماذا؟ أولا قمنا بجمع الملفات على الجميع في الأول قلنا جمعوا كل ملفات من تعالى لسائقي الأجران جمعنا الملفات وسيزيناهم حنا قمنا بسيزيناهم في الميكرو وكذا بعثناهم للمدريات النقل ومن بعد قلنا أنه لا يستفيد منها إلا ذوي اللي عندهم اشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي وانتي تعرفي أنه أغلب سائق يعني حوالي 60% ما عندهمش اشتراك تغطية تعالى الضمان الاجتماعي لظروف مختلفة لظروف مختلفة يطول الذكر اللي قلنا نذكرها يعني يطول الذكر ولكن سوف يعني أشير إلى بعض الأمور فقط لكن هذه الاشتراكات يعني في حال ما أنه سائق الأجرى ما عندهش اشتراك في ضمان اجتماعي يعني هذا خطأ سائق هذا خطأ طريق ولكن سيدتي يعني هنا هنا الدولة ما يعني ما يلزم لها أنها تحمل كل الأعباء يعني أنا أنا أشوف هذا التاكسي تحمل مسؤوليته نعم تحمل مسؤوليته لأنه الإنسان لا يستطيع يضمن روحه ما هو قضي قال اختار هذا الطريق ولكن كان ملزم ما عندهش باشي يدفع أتوات انتع الضمان اجتماعي زيادة على الأعباء الأخرى الأعباء كانت سيارة توقف على باك تعرض مثلا إلى الإتلاف سواء البطارية أو غير ذلك لأن يستطيع المجاهدين سيتمشي عليه واحد ميرون بورسيلو همتي الكنترول تكنيكرا يمشي عليه إذن هذه الأمور كلها غدوة كيف يبدأ العمل سيواجه هذه الأشياء كلها لازم يعالجها وكاين بعض الشباب اليوم الذين عندهم مسؤولية عائلة تخرج مضاع ولهذا كل هذه الأعباء لا يستطيع يسمح في نفسه لا يستطيع الضمان في نفسه لا يستطيع لاروترت لا يستطيع ليرون بورسيلو لا يستطيع تغطية الطبية والصحية لا يستطيع لأنه لا يستطيع ولهذا نقول الناس هذون هم محتاجين أكثر من الناس واحد دخلين ربما ليرون دفعين الكازلوس ولهذا نقول اليوم الطاكسي هذا راه صاحب الخدمة راه يقدم الخدمة كهية يبقى الآن هنا قاضية اشتراك قضية شخصية ولهذا اليوم الدولة عندما تنظر لازم تنظر كم جموعة كاملة كسائق سير أجراء هم يقدموا الخدمة ولهذا لابد أن لا تستثني أحدا في الاستفادة من هذه الإعانة وإلا اليوم رأنا نخلق فجوة نخلق التفريقة بين السائق سير أجراء وهذا حتى الشي الذي خلقنا بالنسبة للمشكل كممثلين تحول لأننا نحمل بعض من المسؤولية نعم ولكن هؤلاء الأشخاص الغير المشتركين في صندوق ضمى الاجتماعي ربما هنا لا يخضعون للقانون لماذا على الدولة أنها تتحمل أعبائهم يعني بإعطاءهم منحة لعشر ألف دينار هذه منحة هذه منحة المنحة هذه ولا يسببها إعانة إعانة أنا أظن لم أكن حتى خلق صندوق الضمان الاجتماعي في هذا هذا صندوق تعدول الجزائرية كل عم اليوميين يطال إعانة بالأكس هي ما هي قضية تتعلق بالضمان هذا قضية الضمان الاجتماعي لأنه كي نلقا العدد الهائل في ولاية الجزائر بالنسبة العدد تاكسي اللي طلب هذا الإعانة ولهذا لقوا هذه الفجوة أنهم بشيقل من العدد لأنه في ولاية الأخرى عطوا لكل ناس في ولاية الأخرى المقاربة هذا الولايات الوسطى الدول استفد كل تاكسيات اللي عندهم يعني سواء نظام الشمعي وما عندك إثبات على هذا السيد أيد حسين عندك إثباتات على إثباتات قدروا تتصلوا في ولاية المجاورة لماذا لم ترفعوا إنشغالتكم إلى الجهات الوصية على برنا نمشينا مديرية النقل وإنهم ممثلين سايق وإنهم مديرية النقل وإنهم لا لديهم جواب ولهذا أنا نوجه النداء إنتاعي إلى يديهم الأمر إلى سيد رئيس الحكومة ولايس الجمهورية وإنشكره لأعطى الاهتمام لهذا القطاع ذكره على مرتين يقول لا بد من إعانة سائق سيطة الأجراء ولهذا لا بد أن يوفي بوعده ولا بد أن تطبق يعني وعوده وعوده من طرف الإدارة بأن الناس كلها سواسية أن تستفيد من هذه لأن هذه محنة وطنية لا بد أن لا نستثني أحدا إذا كان اليوم جاءت الحملة نال جاءت الحملة تعباب الواد فهمت الناس باش تسكنوا ما خوسوش على واحد يخلص الكراء ولا ما خلص الكراء الناس كل مضرورة الناس كل جزائريين لابد أن كل ناس يستفيدوا من يعني كلهم سواسية ولهذا لا نفرق في مثل هذه الظروف لا يجب أن يكون هناك كفرقة بين المتضررين نعم سيد أي تبراهم لو نتحدث يعني ونعود إلى التسعيرة يعني أنت الآن منذ قليل فقط تحدثت عن التسعيرة وقلت بأن سائق التاكسي عفوا لما يحمل شخص واحد رح يكون هذا ليس في صالحه ما رح يكون في صالح هذا السائق يعني رح يتعرض لأضرار وخسائر مادية يعني بالنسبة للشروط التي فرضتها عن الحكومة والتي وصفتموها أنتم بالتعجيزية يعني نحن نشوف أن سائقية الأجرة في بعض الأحيان يعني على غرار هذه الفترة يعني لا يحسبونه بالعداد يعني كما نقول كورسة أكيد يعني لم يكن هناك ربما نظام يؤثر هذه الأشخاص يعني هل هناك عقوبات على هؤلاء الأشخاص كيف عقوبات ولكن لكي نقول لك حاجة لكي وصل هذه العمليات هناك أمور أخرى لكي وصل هذا أنا أقول لك نكلم اليوم في هذا الحجر الصحي كذلك تتثيرا لا يشتش طريق كرانديستان بليرهم يخدموا جهارا ونهارا واحد ما يحسبهم ربما يرفضوا ثلاثة أربعة من الناس في المحطات في الشوارع في جيدوش وراد في بنوهدية يحبس يقولوا الطاكسي يرفض واحد ولا واحد يتكلم كي أن التطبيقات الأكثر واني راه يتعمل في كلنا نحنا متوقفين في الحجر الصحي وهم يخدموا ما كان الحجر الصحي عليهم لأنه هذا الناس ما هوش مقنين إذا كان اليوم إنسان لقانوني يصبح لعقوبة أنا نقول هذا الشي لكن سيد أيت براهم هذا الشخص ينشط في إطار غير قانوني يعني أنت الآن تحدث عنه وما رحش أمام أعين الحكومة يعني ما كانش في هناك لا 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 كين أعين كين أدوات المراقبة كين نس قدمنا التقارير وقدمنا الشكايات وكين غض النظر عن هذا الأمر هذا إما الحكومة أو المكلفين تجاوزهم من الأحداث ولا ربما تغاضى ولظروف معينة ولا غير ذلك ولكن عندما يتعلق الأمر بسائق سطر أجراء نتكلم عن القوانين نتكلم عن العقوبات نتكلم عن أما نقول هذا هذا ليس تبريئة للناس هذول يخدموا بالكورس ولا غير ذلك أنا ما نقبلش أنه الإنسان الذي ره مأطر الذي ره يعمل في إطار قانون أنه يتعدى على القانون ولكن قلت لك الأسباب لدت هذه الناس باش يخدموا هذا الأخر قلت لك ما هي الأسباب قال لك النس ره يتعاند للآخرين يقول لك علش الأخير يخدم وأنا ما نخدمش علش الأخير يستفد وأنا ما يستفدش من هذه العملية ولهذا اليوم إذا نحب ندير الحد لهذه الأمور لا بد من إعادة النظر في المنظومة النقلية بواسطة الأجراء في الجزائر اليوم مقبلون على الدولة الجزائرية الجديدة كما يقال إن شاء الله نتمنى أن هذا الميل يفتح أن هناك يستشار الناس الحقيقيين ممثلين الحقيقيين ليس الممثلين المزيافين تاني في نفس الوقت كما نفتح هذا الميل من بدايته إلى نهايته ونحدد له الشروط ونحدد له القوانين ونحدد له الواجبات ونحدد له الحقوق كما ننطلق كل مرة نتكلم عن الأمور هذه التي لا تشرف القطاع حقاً نعم أنتم كممثلين عن نقبة أيق الأجراء سيد أيت براهم أنتم تقوموا برفع طلبات إلى وزارة النقل أو الوزارة الوصية من أجل طرح كل إنشغالاتكم على غيرها لذلك الفترة التي نعيشها الفترة الاستثنائية فترة جائحة كورونا والله يا سيدتي كنت يشوف عدة طلبات عدة صريحات عدة معاناة عدة نداءات ولكن اليوم أنا نقول للأسف شديد لا يستجاب إلا ما هو يعني ليساعد الأخاء ليساعد أيضاً يعني بالنسبة باش نحل مشكل من الأساس نتاعه للآن ما نلقي نش إشتجابة كاملة إشتجابة كاملة يعني هناك حلول جزئية ولا ما نخل ولكن ما وصلش لحل نهائي بالنسبة هذا القطع هذا القطع رهما ريض هذا القطع رهما عاني هذا القطع رهما عنده أكاين فيه لمبالات ولهذا اليوم نلفت أنظار المسؤولين الحقيقينيين نقولك اليوم في إرادة جديدة ولهذا أنا نقول حان الوقت حان الوقت لكي نعالج الأمر هذا بصفاء دقيقة وبصفاء منطقية وبصفاء جذرية نعم سيد أيت براهم لكن في هذه النقطة نتحدث دائما عن سائقية الأجرة يعني في حال ما إن تم ضبط هذه القوانين وتنظيم النقل هنا في الجزائر يعني قطع النقل حتى على سائقية الأجرة تنظيم أنفسهم كذلك يعني نشوف أنه عندما نكون في شارع نوقف سائق أجرة يعني يقولون له خذنا إلى المكان الفناني أو الجهة الفلانية يعني يقول لك أنا ما ناخدك لتمك يعني بشرط إلا إذا كانت كورسي سيد أيت براهم وعلش هذه نتائج نتائج عن الفوضى هذه نتائج عدم التقنية هذه القطعة هذه نتائج العدم يعني الاهتمام بالقطع الذي يجعل كل واحد يتصرف على حسابه تكروا كان يرضي تصرف تقسيات تكروا كانوا نراضيين بهذا العمل نرى نحش مساعد كنشوف العائلات مرمية في الطرقات ميرفداش تاكسي وإنه هذا قلتك لماذا هذا لأنه لو مشينا درنا لقاعدة منظومة نقلية تستجيب لجميع المواطن يلقى روحوا في التاكسي والتاكسي يلقى روحوا في هذا العمل ما كانت تحصل هذه هذه نتائج نتاع الفوضى ولهذا إذا ما نقدش نحسن إذا ما نقدش نغفر إذا ما نقدش ننظم هذه العملية وننظمها بشكل رسمي كما أي الدول وخرى يعني أنك أنت يا كمواطن محترمة مكرمة يحبسك تاكسي تفتحي الباب ما تقول لش الاتجاهتك إلا ما تدخلي داخل السيارة ولهذا اليوم قلتك هذا الفوضى اللي خلت الناس كل واحد يغني بهواه كل واحد يحوس على مصلحة كل هذا من أجلي على حساب المواطن والمواطن نقول لك بصراحة أنا بك هو رأس مال ديالنا اليوم كتقول كما من نمش زيادة أنا نقول لك هذا في إطار زيادة في الكالبيرون يعني الوقود كل ما تكون زيادة إلا وتحدث قضية زيادة في الأسعار نحن لا نساعد زيادة في الأسعار وإن كان نخدم بالخسارة كما يقولون ولكن طلبنا من الدولة أن هذه الفئة تحميها تدعمها بطريقة غير مباشرة حتى لا نمش بالقدرة الشرائية على المواطن نحن ذكرناها منذ زيادة تألي مدة عامين هذه قلنا ليس كل ما تطرح قضية زيادة في الوقود تطرح قضية زيادة في تسعارات على الطاكسي لكن في هذه النقطة زيادة تسعارات سيد أيت برام نحن سائق الأجر يغتنم الفرصة تسعارات مئة دينار حتى 150 دينار تلحق في بعض الأحيان حتى 200 دينار بالنسبة للشخص الواحد بالعكس لا يوجد مثال صدقيني بربي غير زيادة التي كانت قبل عامين كان حدث ثلاث دينار كيلومتر ثلاث دينار كيلومتر لا يوجد ولاي تصور من الجزائر إلى وهران كيلومتر كيلومتر معناها البلاصات التحمية وعشرين ألف هكذا نعم وحفاظ على المواطن باش ميروحش الجهات أخرى إبطلت كان يدوهم مئة ألف أنا أقول هكذا وانا مسؤول على كيلومتر في أي سنة هذا سيد أيت برهم هذا سنة الآخر هذا في 2016 زاد المقود يعني حاليا المواطن تنقل بين الجزائر العاصمة وهران بألف دينار بألف دينار وكيل همش هذا همش للعاملاء أن يقول لك النسبة لك تلعب بالهمش ولكن اليوم الشيدي على بنا ومشينا تكلمنا معادي تكسر هم ليقالوا قال لك نحن نخدم بـ 20 ألف بالطريقة التي قالت لنا سنخسر كل يوم سيروح للجهة وحتى على بدة سيرة الحقائب يحسب ها لك بسعر 500 دينار يعني لا 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 سبحاني كان قانون يحدد كان في لباريم لباريم معلق في دخل سيارة الأجراء كان قانون لا نقول لك سيد أيت براهم ما كانش قانون لكن سائق التقسير هنا يتصرف يعني كما يحللهم ما كانش في هناك مراقبة يعني على محطات الناقض هذا مشهيد نبيانا ولا منذر من الأخر كان المصالح المعني كان المواطن في نفس الوقت سيد أيت براهم يجب عليكم مراقبة القطاع أنا ما عندي صلاحية المراقبة أنا عندي صلاحية الدفاع ولكن المراقبة كان مصالح مختصة ومن يدفع عن المواطن سيد أيت براهم المواطن هذا هو أنه نفسه إذا شفت عديات عنه هو أن يروح يمشي يرفع شكوى كان مصالح الشرطة مصالح الدرك مصالح الإدارة مصالح إدارة هو أن يرفع شكوى إما أنا كممثل أنا يبدو أنا نوعي أنا عندما كانت زيادة وطرحت قضية زيادة شفنا المواطن لا يمكن أن يدفع هذه زيادة وخيفين حفاظنا على المواطن لكي لا يروح إلى جهات الأخرى اليوم هناك تواجد بدائل أخرى لتكلمت عليها كروندستان لزابليكاسو اليوم سيجتاحت الميدان ورهدت الزبائن وليهذا لا يمكن أن نفرطها في المواطن ولهذا نجد أن تدعم الطاكسي تدعم غير مباشر حتى المواطن لا يمكن أن يدفع هذا نعم سيد أيتم راهم فقط في الأخير مطالبكم في ظل هذه الشروط التي فرضتها عليكم الحكومة من أجل عودة النشاط نحن المطالب نجد إعادة النظر أن نسهل العملية نجد الناس تخدم شئ براها نعم الوقاية معلش الوقاية مليحة للجميع ولكن اليوم نلزم الناس بهذه الشروط ويقول هذه الشروط تعجيزية على باسكا لكن نتكلم لا ندعو لأن نقول لأننا لا تخدم هذا ولكن أنا استقرأنا في الاتصالات يقول لك مستحيل نحن نخدمه نحن نخدمه بهذا ولكن اليوم نتمنى من السلطات كما قلت لك أن نفتح الميل في هذا يكون مفتوح بصفة رسمية ليس بك يسمعني ويغلق الميل ولكن بش نصحح الأخطاء بش نقيم الإيجابيات وبش نشجع يعني الإيجابيات ونبقى نخلق منظومة نقلية كأيها البلدان بش ما نبقى ش كل مرة نتكلم عن هذه الأمور يعني بصراحة نؤسف لها وقلت لك ونحن ما نش راضي نحن 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 راضي على مستوى الخدمات ولهذا لابد من حماية القطع من حماية الفئة وفي نفس الوقت لابد من توفير الشروط الحسنة للمواطن الجزائري باش غدوك يمشي لطاكسيما واش ماشي باش ربما يتشاكس معه سائق سيئة أعزلا وليختلف معه ولكلا أنه يركف في آمان وضمان نعم كل شك لك سيد حسين أيت براه ممثل نقابة سيقية الأجر للولايات للجزائر ونتمنى فعلا أن تأخذ مطالبكم بعين لذي اعتبار شكرا لك ونشكركم تاني بضوري وبرك الله فيكم على هذا العفو العفو السيد